اشتركوا في القناة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بدعم من الشركاء الدوليين ودعت وزارة الخارجية إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف دائم وكامل لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق لتخفيف من معاناة أهالي القطاع والدفع بجهود إحلال السلام الدائم والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية